أخيرا وبعد طول انتظار يصل أول استعراض لواجهة جهاز بلاي ستيشن 5 المنتظر للتنويه الكلام في هذا الفيديو هو كما وصل من سوني ولا يعبر عن رأينا الشخصي يلا نبدأ تم تصميم واجهة المستخدم للعمل على التلفزيونات بدقة 4K وإيضا استغلال القدرات المتقدمة لجهاز بلاي ستيشن 5 هذه تعتبر نظرة أولية على واجهة المستخدم لجهاز بلاي ستيشن 5 وتعتبر من نسخة أولية للنظام وأكيد ممكن يكون في تغييرات على شكل الواجهة النهائي خلونا نبدأ بالجولة على النظام البلاي ستيشن 5 الآن بيعمل من وضعية الراحة أو ريست مود طبعا تم الدخول بحساب رسمي متصل بالإنترنت مسبقا لذلك الآن بنسجل الدخول للجهاز مباشرة حاليا نشوف كيف بيتم المتابعة مباشرة من آخر مكان وصلها اللاعب في لعبة ساك بوي أبيك أدفنشر وهنا نقدر نشوف أمامنا مركز التحكم الخاص بجهاز بلاي ستيشن 5 لو ضغطنا الآن بنرجع للعبة ونكمل لعب لكن قبلها خلونا ناخذ جولة صغيرة مركز التحكم بيخليك بسهولة توصل لكثير من الأشياء اللي تحتاجها وانت استخدم بلاي ستيشن 5 مثلا أنك تشوف مين من أصحابك أونلاين وتشوف أيش الملفات اللي يتم تحميلها وتتحكم باليد وغيرها من الإعدادات الأشياء اللي نشوفها في المنتصف هنا تدعى كروت وهي تسمح لنا بالوصول لمجموعة من الأشياء المهمة أول كرت يخلينا نتابع مجموعة من الأخبار للألعاب اللي احنا مهتمين فيها مباشرة من الناشرين الكرت الثاني يوريني آخر الصور والفيديوهات اللي أنا سجلتها من لعبي عن طريق الزر الخاص بصناعة المحتوى في يد التحكم الجديدة الآن على اليمين بنشوف واحدة من أهم مزايا بلاي ستيشن 5 وتدعى اكتيفتيز بمعنى أنشطة خلونا ناخذ مثال لاستخدامها عن طريق لعبة ساك بوي اللعبة مليانة أنشطات يقدر تشارك فيها وتكتشفها نضغط على زر بلاي ستيشن عشان نرجع المركز التحكم وهنا بيظهر لمجموعة من النشاطات المتوفرة بعضها مفعل والبعض الآخر مقترح من الجهاز خلونا نروح الأول وحدة هنا وهي Big Adventure وناخذها كمثال طبعا هنا نلاحظ أننا ما أنهينا المرحلة هذه كملنا فقط 33% منها خلونا ندخل عليها ونشوف أكثر بعد الضغط نشوف هنا معلومات أكثر عن المرحلة بما في ذلك مهمات معينة ما كملناها من المعلومات المهمة المعروضة نشوف الوقت المتوقع عشان نكمل هالمرحلة وهو 10 دقائق حسب توقع الجهاز بعض الأنشطة تخليك مباشرة تقفز للمكان اللي أنت وصلت له وتكمل منا فيه أشياء أكثر نشوفها هنا خلونا نرجع لقائمة الأنشطة نلاحظ هنا أن نفوتنا مهمة وهي البحث عن المونكروبس أحس أني أحتاج مساعدة فيها الحسن الحظ بعض الأنشطة في ألعاب معينة تعطينا مساعدة رسمية من اللعبة وهذه مقدمة من بعض الألعاب لمشتركي بلاي سيشن بلس الحلو أن نقدر نعرض المساعدة مباشرة هنا بدون ما نروح للنت ونقرأ مقالاته ونتفرج فيديوز ونعرض نفسنا للحرك المساعدة هذه بالتحديد عبارة عن فيديو ونقدر نعرضها هنا من الكرت مباشرة بدون ما نطلع من اللعبة الرهيب بعد أننا نقدر نشغل الفيديو بوضعية صورة داخل صورة أو صورة إلى جانب صورة مثل ما هو ظاهر أمامنا ونقدر نثبت كرت بحيث نوصلها من خلال مركز التحكم بأي وقت والآن نقدر بسهولة بعد ما شفنا الحل نروح ونلقى الآيتم اللي كنا نبحث عنه فريق بلاستيشن حاب يسهل عملية تواصلك مع أصدقائك في جهاز بلاستيشن 5 خلونا نشوف كيف تشتغل هنا فتحنا تنبيه تفاعلي عن طريق الضغط على زر بلاستيشن وقررنا ندخل على المحادثة الصوتية مع أحد الأصدقاء طبعا كنا نقدر نسوي هالشي من جهاز بلاستيشن 4 أو تطبيق الجوال شي الجميل أن يتحكم بلاستيشن 5 تحتوي على مايك لذلك تقدر تبدأ تسوله مباشرة ونقدر نضع المايك على الصامت من اليد نفسها أو الإعدادات في الجهاز خاصية بارتيز بيكون لها دور موسع في جهاز بلاستيشن 5 ناخذ اللي يصير أمامنا كمثال أحد الأشخاص في البارتي بدأ بمشاركة شاشته مع الآخرين في القروب نلاحظ أنه يلعب أنشارتد لوسد لقسي نقدر نتفرج عليه ونحن نلعب لعبتنا ونسولف في نفس الوقت هذا نوع آخر من الكروت اللي نقدر نشغله في وضعية صورة داخل صورة أو نثبت الصورة على أحد الجوانب نقدر نوصل لهذا الكرت في أي وقت من مركز التحكم بس خلونا نشيله الآن خلونا نراجع اللي قلناه شرحنا كيف الأنشطة في بلاي سيشن 5 تسمح لك بسهولة تطلع وترجع الأشياء اللي تسويها في ألعابك بسهولة شرحنا كيف الأنشطة في بلاي سيشن 5 تسمح لك بسهولة تطلع وترجع للأشياء اللي تسويها في ألعابك بسهولة وأيضا تحصل على مساعدات في الألعاب وتدردش مع أصحابك باقي نتكلم عن اللعب أونلاين خلونا نشوفه نلاحظ بعض أصحابنا موجودين أونلاين خلونا نسحب شوي على ساك بوي ونشغل لعبة Destruction All Stars واحد من أصحابنا في البارتي بدأ أمبارا من فترة ونقدر نقرر ننضم لهم من هذا الكرت والآن بكل بساطة اللعبة بتبدأ بسرعة كبيرة بفضل ذاكرة SSD سريعة في بلاي سيشن 5 طبعا التركيز اليوم على واجهة المستخدم لذلك خلونا نسرع الفيديو عشان نشوف أكثر وبكل بساطة دخلنا اللعبة ما عندنا وقت الحين نلعب مباراة كاملة لكن أكيد عندنا وقت ناخد صورة على السريع عشان نسوي هالشي نضغط زر Create على يد بلاي سيشن 5 جهاز بلاي سيشن 5 طول الوقت بيكون يسجل فيديو الآخر لحظات اللعبة الخاصة فيك طبعا هنا نقدر ناخد صورة ثابتة عن طريق الجهاز أو وضع التصوير داخل اللعبة وبكذا تطلع صورة حلوة وتقدر تشاركها مع اللي تحب مع التنويه أن جهاز بلاي سيشن 5 يقدر يسجل لقطات وياخد صور بدقة تصل إلى 4K أوكي لحد الآن شفنا كيف ندخل على الأنشطة ونسالف مع أصحابنا وناخد صور وغيرها طيب كيف لو بغيت أروح وألعب لعبة مختلفة حياكم في الشاشة الرئيسية أو الهوم سكرين لجهاز بلاي سيشن 5 هذا المكان اللي بتوصل له لو أنك شغلت الجهاز بعد ما كان مطفا أو إذا حبيت تغير لعبة أو تنزل لعبة جديدة تصميم هذه الصفحة تم بحيث يعرض الألعاب ومحتواها بشكل جميل على شاشة بدقة 4K مع سهولة كبيرة في الوصول للشيء اللي تبغاه التطبيقات الأخرى اللي ما لها علاقة بالألعاب بيكون لها شاشة مشابهة لهذه لكن التركيز اليوم بيكون على الألعاب كل لعبة بيكون لها هب خاص فيها ونقدر مباشرة نروح له ونشوف أشياء كثيرة لها علاقة باللعبة مثل الكليبات والمحتوى القابل للتحميل وغيرها بعض العاب بلاي سيشن 4 السابقة بتستفيد من بعض هذه المزايا أيضا خلونا نروح خطوة لليسار ونكتشف مع إكسبلور وهي اللي تجمع كل العابك شفنا لمحة لها في مركز التحكم سابقا وإضا بنشوفها في تطبيق بلاي سيشن الجديد لاحقا في إكسبلور بتشوف أخبار من كل العابك اللي مهتم فيها وبعض الوسائط الرائجة من المجتمع لكن مش الجميع بيحصل على هالميزة من البداية لأن المرحلة الأولى بتكون تجربية والآن هذا هو متجر بلاي سيشن أو بلاي سيشن ستور لجهاز بلاي سيشن 5 الآن أصبح المتجر مدمج في النظام ومش عبارة عن تطبيق منفصل تصفح الألعاب الجديدة بيكون أسهل بكثير وبفضل سرعة جهاز بلاي سيشن 5 والتجربة بشكل عام بتكون شخصية أكثر وهنا بتقدر تتصفح أحدث الألعاب والعروض سواء لجهاز بلاي سيشن 5 أو ألعاب بلاي سيشن 4 اللي تعمل بالتوافق المسبق الوقت الآن يداهمنا للأسف لذلك خلونا نرجع مرة أخيرة لمركز التعكم بالضغط على زر البلاي سيشن خلونا نروح ونشارك الصورة اللي أخذناها في لعبة Destruction All Stars زي ما قلنا سابقا بيكون في كرت نلقى فيه الصور الأخيرة اللي أخذناها ونلعب نقدر نعدل الصورة قبل نشرها بس هالمرة بننشرها مباشرة نقدر من خلال البلاي سيشن 5 ننشر الصور في بعض المواقع الخارجية المدعومة مثل تويتر أو نرسلها لأحد القروبات تذكروا قروبات البارتي الآن أكبر بكثير من مجرد دردشة صوتية خلونا نختار أحد القروبات عشان نرسل الصورة خلونا نكتب رسالة صغيرة طبعا مع اليد الجديدة هالشي بيكون جدا أسهل اليد الآن بتدعم التعرف على الصوت لبعض اللغات بحيث توفر عليك كتابة الرسالة يدويا هنا بنشوف خاصية مفيدة وحلوة إذا كان أحد الأشخاص ما لعب هاللعبة ولا وصل للمكان اللي إحنا فيه واخذنا مننا صورة وكان مطور اللعبة يعتبر هالمكان حرق بيتم أعطاء هالشخص تحذير قبل ما يعرض الصورة إذا أعجبكم هذا الاستعراض السريع يسعدنا جدا تشتركون بقناتنا وتتابعون حسابنا ونوعدكم باستعراضات أكثر للواجهة ومعلومات أكثر عن كل شيء خاص بلاي ستيشن فايف مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر